يعني تنظر الدول الأوروبية إلى التدخل التركي في ليبيا وهل تسعى إلى وقف هذا التدخل التدخل العسكري التركي في ليبيا هو الذي دفع بالأوروبيين لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي والذي يجمع فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وبريطانيا وكذلك سيؤقد اجتماع لوزراء الخارجية 28 يوم الجمعة القادم للتباحث أيضا في هذا الموضوع هذه الاجتماعات تريد بشكل أساسي أن توحد النغمة بين الدول الأوروبية في طريقة التعاطي مع تدخل العسكرية التركي في ليبيا كانت هناك أصوات مرتفعة منها إيطاليا لأنها مرتبطة بهذا الموضوع منها قبرص واليونان ولكن بعض الدول الأوروبية لم تكن تتحدث بنفس الوتيرة ولكن يبدو أن الأوروبيين متجهين نحو موقف موحد لمواجهة هذا التطور ويقولون بشكل واضح إذا تحركت فرنسا ومصر للرد على تدخل العسكرية التركي في ليبيا فإن ذلك سيحدث فوضى كبيرة ستدخل روسيا بعد ذلك وستدخل الحرب بميزانيات مفتوحة بلا قيود من كل الأطراف وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على الأمن الأوروبي ثانيا هذه التحركات تثبت بأن الأوروبيين بدأوا التعامل مع ليبيا ليس فقط كمنصة للهجرة كما كان سابقا وإنما كموضوع أمني مهم وضروري توحيد الموقف الأوروبي سيكون له أثر على طريقة التعامل الأوروبيون يقولون بأن مخاطبنا في تلك المنطقة هما الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية إذا ما توحد الأوروبيون يصبح التحدي هو كيف يمكن لهتين المضلتين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي أن يجمعوا المواقف الدول المحيطة في ليبيا لأن وطيرة الحماسة أو الانخراط المصري لا يشبه الجزائري ولا يشبه التونسي ولا يشبه الإماراتي وبالتالي هناك رغبة أوروبية بأن تتوحد هذه القوة حول موقف إذا ما ثبت موقف للجوار الليبي فإن ذلك سيساعد الأوروبيين على مزيد من الضغط على تركيا التي انقلبت على التفاهم الذي كان متفقا عليهم مع الأوروبيين وهو العمل على تهدئة النزاع المسلح واعتماد الحل السياسي مخرج وحيد هذا التدخل يعني أن تركيا لا تريد الالتزام بالحل السياسي كمخرج وحيد وهذا يفتح سيناريوهات مخيفة بالنسبة للأوروبيين نعم من بروكسل سلامة عطالة مرأس الغد كنت معنا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر